الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سألي أقول شيخنا الفاضي نطلب منكم الدعاء للسيد رصاف جمال رصاف جمال توفي في الأسبوع الأول من رمضان إثر حادث مرور رحمة الله عليك يا رصاف جمال اللهم ارحمه برحمتك اللهم اصطره بسترك اللهم احفظه بحفظك اللهم اجعله تحت عنايتك اللهم ان رصاف جمال عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل خير أيامه رصاف جمال يوم يلقاك اللهم اجعل خير أيامه يوم يلقاك اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان آمين والحمد لله رب العالمين سائل يقول هل صحيح تسقط الجمعة إذا صادفت العيد غير صحيح لأن صلاة العيد سنة والجمعة فريضة أنتما وين شفتوا السنة تسقط الفريضة وين شفتوها يعني من صلى الويتر تسقط عليه العيشة وين صبتوا هذا العلم هذا ومن صام الاثنين والخميس يسقط عليه شهر رمضان ومن تصدق صدقة النافلة تسقط عليه الزكاة ومن ذهب إلى العمر يسقط عليه الحج وين صبتوا هذا العلم ما كاش هذي كلام هذو أبو خلي طيد اللي يخلطوا يجلطوا يخلطوا يخلطوا لازم يديروا فيتنا في البلد هذا ما كان قلوا لي بالله عليكم الدولة ريدا يرى يوم العيد عطلة يعني إن هالعيد رأك عطلة واشي صار لك تروح تصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس ومن بعد تروح تصلي الجمعة أنت قاعد في دارك الجوامع كاينين في كل حوما كاينزو جوامع ثلاثة واشي على تسقط كيف تسقطوا الجمعة كيف تسقطوها حسبونا الله ونعم الوكيل لا تسقط لأن السنة لا تسقط الفريضة سيدنا عثمان رضي الله عنه كانوا يجون ناس مسافات بعيدة مسافة القصر يجون من بعيد باش يصلوا أمير المؤمنين صلاة العيد صلاة العيد فكان يقولهم بما أنهم مسافرين عاودوا ولول بلادكم يعني ماشي لازم جو تصلوا وراء أمير المؤمنين لأن المسافر تسقط عليه الجمعة انت رك مسافر ما يشو أجب عليك الجمعة أصلا فما تجوز خلطوا هذه تبع الفقه انتاعك أنت مالكي تبع الفقه المالكي ماشي تخلط يصلي الصبح على فقه أبي حنيفة والعاصر على الشافعي والمغرب على ابن تيمية والعيشة قالهل والألباني والشفعلوتر على مدهب بن خزيمة وتلقيع الصلاة على الشوكاني وخلط وجلط حسبون الله ونعم الوكيل الجمعة لا تسقط ما كاش كنت سقط هذه وش سقط سقط الجمعة حسبون الله ونعم الوكيل سائل يقول هل يجب في صيام ست من شوال أن تكون متتابعة لا يجب ولا يشترط أيام شوال لا يشترط التتابع كما شهر رمضان المبارك تقدر تصم يوم يومين في بداية شوال يومين في الوسط يومين في الأخير يا جوز ولا شيء عليك والأمر واسع والحمد لله والنساء اللي كانوا اللي ترتب عليها يعني أن تفطر في رمضان مراجعتها العادة الشهرية انتحى في رمضان أني نمتل عشرة أيام ومبادر حتى تحبت صوم شوال يقول لها أقضي القضاء زيدي صوم شوال معنتها تقضي 16 يوم وهي صائمة 16 يوم وهي صائمة روحوا شوفوا كتاب الأمنية في إدراك النية للإمام القرافي المالكي أفتع علماؤنا يجوز الجمع بين النيات يجوز الجمع بين النيات كما إنسان ما صلى صلاة الصبح تخل الجامعة مش يصلي تحية المسجد ومع ذي صلي صلاة الصبح لا لا يصلي صلاة الصبح وينوي تحتها تحية المسجد هي نفسها تحية المسجد إنسان على جنابة يوم الجمعة مش يوح يغسل الجنابة وما دعاو يغسل السنة على الجمعة لا لا ينوي غسل الجنابة وتحته ينوي سنة الجمعة كذلك المؤالي كانت حائض وترتب عليها القضاء هذا نفس اليوم لحي تقضيه تنوي القضاء وتنوي تحته شوال تنوي القضاء أنا حنصوا بغدوة اللهم نويت القضاء انتاعي واللهم نويت شوال زيد هذه قالها لشيخ محمد رضي الله عنه شيخ رحو قالها لي وأنا أسمعه قال لي وإذا صادف الاثنين والخميس زيد أنوي الاثنين والخميس أنوي قضاء وتحته شوال وإذا صادف الاثنين والخميس اللهم أني نويت الاثنين والخميس الجمع بين النيات يجوز لا شيء في هذا يعني إنسان هو ناوي يرح للحج وهو ناوي تنك يحوس وهو ناوي تنك يدير تجارة وهو ناوي كذلك يطلب العلم يعني الجمع بين النيات بشرط كنية الفارضة هي الأولى ونية السنة تكون تحتها إذا لا يشترط التتابع في صيام شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الضهر رواه مسلم هنا الضهر بمعنى سنة كاملة كأنه صام سنة كاملة هنا قال عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا من شوال هكذا على إطلاقها لم يشترط التتابع ولم يشترط الإنفصال يجوز كل هذا جائز والحمد لله نعم سائل يقول أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأسبوعين فهل هي صحيحة لا هي غير صحيحة هذه صدقة زكاة الفطر الواجب إخراجها قبل صلاة العيد ويصح إخراجها يوم أو يومين يوم أو يومين لأن من قارب الشيء أعطي حكمها من قارب الشيء أعطي حكمها لكن أنت خرجها أسبوعين لازم تعود خرجها إلا في حالة واحدة حاول تفهم الله فهمنا إحنا يندير المفتاح وربي هو الفتاح ويكتر إذا كلفت إنسان كلفته ماشي خرجتها يعني كين إنسان يعني حاب نوصله الزكاة تلاقيت معها ذاك ليعرفوا قتلوا هاك هذه الزكاة الفطر أعطيها لوليدة العيد يعني أني كلفت إنسان يعطيها لوليدة العيد هنا تصح لأن هنا ما خرجتها أصلا يعني رهي ما زال ما وصلتش إلى الفقير أما لو وصلت إلى الفقير بأسبوعين قبل العيد فلا تصح والواجب عليك إعادة إخراجها الله فكرنا في شهادة كذلك بعض الناس مريد عنده السكر ولا ما على بلوش ولا يصوم ولا ما يصومش في بداية رمضان يروح يوكل ثلاثين مسكين وهو ما زال ما عاش هذه الأيام يعني ما زال ما جراش عليه القلم ما زال ما فورضاش عليه الصوم يعني في واحدة رمضان يروح يوكل ثلاثين مسكين وهو ما زال ما جراش عليها رمضان فهمتوها ما تخرج الكفارة قبل وجوبها وما تخرج الفدية قبل وجوبها خلي النهارة رمضان يجوز عليك يومين وخرج تقدر تخرج كل ما يجوز النهار تقدر تخرج كل ما يجوز عشر أيام تقدر تخرج حتى ينتهي رمضان يعني لابد أن يمر عليك رمضان وبعدها تجيب عليك الفدية فهمتوها اللي يفهم يفهم لمفهمش وربي يرحمنا ويصرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته